مساء الخير أحبائي وأعزائي أهلا بك مع معاينا في كل لحظة أهلا بك مع قناتكم قناة الملكة والأمير الحقيقة الطلب شديد الأهمية وهو القبض على القصة زكريا بوترس لما أساء إلى الإغة المسلمين وإلى رسول الإسلام من هو زكريا بوترس؟ هو قمس مسيحي أرزوزوكسي ولد سنة 1934 وترشم كاهن في شبين الكوم وتنال إلى طنطق ورجع إلى كنيسة مري مرقص في القاهرة وعمل أو رشموه كاهن في أستراليا سنة 1932 ورجع إلى مصر وبعد كده راح إلى إنجلترا ودرس في كلية الأداب وحصل منها على لسانس التاريخ أثر في تكوين شخصيته واتجاهه ورس عن أخي إنجيله الذي أصبح إنجيل بوترس أو زكريا بوترس فيما بعد أعطته مجلة وورلد جائزة دانيال العام عن برنامجه حوار الحق سنة 2008 وصفته صاحبة الإنسان الجديد بعدو الإسلام رقم واحد ووضع تنظيم القادة مكافأة حوالي 60 مليون دولار لمن أتخلص منه أصبح اسمه معروف للعامة بعد ظهوره في برنامج أو برامج لقناة الحياة الفضائية التبشيرية في 2003 والتي تعمل على انتقاد الإسلام الحقيقة مما بيعتبر المسلمين أنه أصبح اسمه معروف زي ما قلنا بعد ظهوره في برنامج قناة الحياة الفضائية ولا تعمل على انتقاد الإسلام ورسول الإسلام بأسلوب يعتبر المسلمون أسلوبا تهجميا غير لائق أصار الكثير من الجدل ولم يرد الكثير من المطلعين مما أدى إلى تناول موضوع في بعض البرامج الاجتماعية كما حزيت باهتمام وتخطية من قنوات عالمية وفي يوليو 2010 أبلغت منظمة جويس ماير التبشيرية وهي منظمة تبشيرية أمريكية تعمل بالشراكة مع قناة الحياة وأبلغت قناة البي بي سي عربي أنها ستوقف بس برامج زكريا بطرس في رسالة جاء فيها إن وسيط المنظمة في الشرق الأسل أبلغب أن قناة الحياة التبشيرية قد قررت التوقف عن بس برامج القمز زكريا بطرس وإن هذا الشهر هو الشهر الأخير لبرامجه على شاشة القناة جاءت رسالة منظمة جويس ماير إلى تلفزيون البي بي سي عربي في إطار إعداد القناة لفيلم وصائقي عن المتنصرين في العالم العربي ضمن سلسل البرنامج ما لا يقال الوسائقي وقد سعي فريق البرنامج إلى لقاء المسؤولون في قناة الحياة التي تعمل في سرية تم وتحيط العاملين بها بإجراءات أمنية مشددة ليستفسر منهم عن تفاصيل أسباب إيقاب برامج زكريا بطرس غير أن الرد على كل محاولات الفريق كان يقابل بالرفض من قبل المسؤولون عن القناة متحجدين بأن ذلك راجع لأسباب أمنية ومن ثم توجه فريقه عمل البرامج أو برنامج إلى منظمة جويس ماير لعلاقة الشراقة الموجودة بينه وبين قناة الحياة قام في إبريل 2011 بإطلاق قناة جديدة باسم قناة الفادي تبص في أمريكا الشمالية وهي تبص الآن في الشرق الأوسط ردود أخوتنا وأفعال أخوتنا المسلمين أدى أسلوب القمص إلى خلق الصخط عام من قبل المسلمين وكثير من المسيحيين مما حدى ببعض الأساقف إلى التحذير منهم وفي تصريح الباب شنود الثالث بأن أسلوب القصة زكارية بطر صغير مردي وأن مشاكله لا تتعلق بالهجوم على الإسلام وحسب وإنما بمفهوم للخلاص واعتقاد في الخلاص في لحظة كل ذلك أثر على هذا أدى أسلوب القمص في حوار الآخر إلى عرض مجموعة من المسقفين وطلبت العلم المسلمين الرد على القمص وآخرون قرروا أن يتجاهلوا قرروا أن يتجاهلوا ما يقولوا ومن أبرز ما غنقام بالرد عليه الكاتب المصري أبو إسلام أحمد عبد الله والدكتور إبراهيم عوض ومصطفى سابت ومحمود القعود والدكتور عبد الله البدر كما دعا بعض الأولاء القمص إلى مناظرة مفتوحة بمكان محايد كالإزاعة أو التلفزيون أو بالتوكشو ومنهم الشيخ وسام عبد الله وخالد الجندي الذي يتاهم زكريا بطرس بالتهرب من المناظرة مما جعله يصرح في حوار له مع العربية أنه مستعد لهذه المناظرة على أن تكون في مصر رفض بطرس بعض المناظرات قام أبو إسلام أحمد عبد الله بدعوة زكريا بطرس لمناظرة على أن تكون في مصر وأن لا يخطئ بطرس في حق الإسلام إلا أنه رفض مبررا وذلك لأسباب أمنية مطالبات بإسقاط جنسيته قام المحامي المصري نبيه الوحش بتقديم إنذار لرئيس الوزراء السابق أو الأسبق أحمد نظيف ورئي وزير الداخلية السابقة والأسبق حبيب العبد والبابا شمودة مطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عن زكريا بطرس لإخلال بطرس باستقرار وأمن مصر في الداخل والخارب واعتبر أن إهانة الإسلام ورسولة الإسلام كان خيانة العظمى وقال أنه إذا لم يتم تنفيذ ما جاء في الإنذار سيقوم باللجوء إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لاستذار حكم بإسقاط الجنسية المصرية طلبات للقبض علي عن طريق الإنتربول ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ قاضي محامي مصري رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والخارجية والإعلام والنائب العام لعدم التحرك لمواجهة زكريا بطرس مطالبة الرئيس الجمهورية بقطع علاقات الدبلوميسية مع الدولة التي يصدر منها بس قناته وترضي سفير وزير الدولة من مصر وسحب السفير المصري منها وطالب وزير الداخلية بتكليب الإنتربول الدولي بالقبض على بطرس وترحيله إلى مصر لمحاكمته كما طالب وزير الإعلام أيضا أن يصدر أمر بمنع بس قناته وبسبب الإشاءة دعا تنظيم القاضي إلى قتالة زكريا بطرس واضعا على رأس مبلغ ستين مليون دولار إلغاء محاضرة بيننا كان سيقيم محاضرة بيننا يوم الخميس ستة مايو ألفين وعشر ولكن ألغي المؤتمر بعد أن وصلت تعديدات الإسلامية كثيرة بالعمر هذه المحاضرة كانت من أفترض أن تكون أول ظهور عام له في أوروبا سابقا ورصدت القاعدة مبلغ بقدر ستين مليون دولار لمن يفترض أحبائي وأعزائي سوف نهدي لكم كل ما هو جديد أشكركم على محبتكم وعلى استماعكم لهذا الفيديو ولكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم آمين س Thema وكما أشكر شعر ستيحits اتصال خavorsاني سيئة